في 1853 صرف الجزائر حدث يعتبره نصارى خارق للعادة لأنه أحدث فرحة غير مسبوقة في الكنيسة الكاثوليكية في العالم كامل واللي هو العثور على جثة جيرونيمو في مدينة الجزائر شكون هو جيرونيمو واش قصته؟ هيا نتعرف عليها مع بعض السلام عليكم أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد اليوم رح نتعرفه لأول حركة في تاريخ الجزائر وكيف نجاه المولى عز وجل ببدانه ليبقى آية لكل واحد بيع بلاده لأنه اللي رح نحكو عليه اليوم فعلا قصته مؤسفة جدا وصحبنا اللي وعدته بالشيء اللي حاوس عليه زيدي استنانا للحلقة الجاية بهما نخلطوش المواضيع ونقوله بسم الله في سنوات 1700 كان في العاصمة راجل بسيط من عامة الناس كبير في السن وبتولية بموت ولاده كامل وكيف يبقى واحده في الدار وذاق عليه الحال قرر أنه يشغل نفسه بالكتابة وبتدوين مذكراته أخبار من حوله والسابقين إلا أنه مذكرش اسمه في الكتاب ولا اليوم ما نعرفش اسمه وكتابه يسمى فقط تقييدات ابن المفتي على خطر في الكتاب قال أنه باباه هو المفتي وموضوعنا اليوم رح نبدوه من هذا الكتاب من كتاب ابن المفتي واللي نقره فيه ما يلي تأمر علي باشا سنة 1569 وفي مدة ولايته بدأ بنيان برج بابلواد وكان هو واقفا عليه بنفسه فبينما هو حارس على خلاص البرج المذكور أتوه برجل من ناحية قلعة ابن راشد اسمه بن عودة معروف بالتجسس يرسله العدو من وهران إلى الجزائر ليأتيه بخبر الترك وأهل البلد وكان علي باشا عنده أكثر من 12 جسوسا يجولون في ناحية الغرب وكلهم يبحثون على جسوس العدو ولم يعرفه أحد فاجتمعوا معه ذات يوم في مليانة وعرفوه بالتقريب لا بالتحقين يعني يلقوا شخص مشكوك فيه لكن مازال مش متحقين أو متأكدين فتكلموا معه مرارا ثم جعلوا المعرفة معه فأخبرهم فعرفهم باسمه وصاروا نازلين في مكان واحد فخاضوا في الكلام إلى أن قال لهم بسره وبكسب ماله من العدو فتحقق عندهم أنه هو جسوس العدو فأمسكوه وأتوا به إلى علي باشا فخاطبه مرة بعد المرة إلى أن عرفه بجميع أفعاله وارتداده مرارا فأمر البنائين بإلقائه في صندوق البنية فارموه بوثاقه فيه وكملوا الصندوق بالتعمير يعني صبوا عليه الطين أو الجبس وهذا هو النص العربي الوحيد اللي يحكي لنا قصة هذا الشخص أما النصوص الأوروبية فهي كثيرة وأكثر تفصيل ففي عام 1538 قام الجيش الإسباني اللي كان محتل وهران قام بغارة على سكان ذواحي وهران وأسهروا فيها بعض الأشخاص اللي كان من بينهم طفل جميل واللي باعوه مع بقية المسروقات وهذا الشاب شراه المعتمد وانكارو وقام بإنشاء هذا الطفل نشأة مسيحية وعمدوه وعطوه الاسم جيرونيمو وفي عام 1542 يعني بعد الغارة الإسبانية وخطف هذا الطفل بأربع سنوات نزل الطاعون في وسط الإسبان فتركوا الحصون ونزلوا لبادية وهران ونصبوا الخيام وهنا نشوف المساجين العرب اللي كانوا عندهم قدروا يهربوا من الحسن وهزوا معهم الطفل الجزائري اللي يسموه الإسبان جيرونيمو واللي كان يومها عمره ثمانية سنوات وردوه الحظن عائلته هنا ثمانية سنوات بعد أربع سنين من الاختطاف يعني نهار لسرقوه كان عمره أربع سنين ويقول هنا المؤرخ النصراني هذا تحصرا على عودة الطفل لعائلته المسلمة أنه في مثل هذا السن المبكر يمكن لهذا المسيح الجديد أن ينسى بسهولة ما علمه المكرم خوان فقد رجع بالفعل هذا الولد مسلما من جديد إلا أن البذور المسيحية التي زرعت بداخله لم تموت كلية ففي سن الخامسة والعشرين خطط ونفذ لمشروع عودته إلى الحامية الإسبانية في وهران ليعلن من جديد رجوعه لدين النصار وقد استقبله بفرح كبير سيخ وان كارو والذي يشجعه ويثبته وزوجه بطفلة عربية حتى يخاطفينها من أهلها ومنصرينها وهذا في العام 1559 وبرجوع هذا الشاب جيرونيمو إلى هذا الحسن الإسباني انضم للوحدة الخارجية أو الميدانية تعلج الجيش الإسباني اللي كان اسمها كاودرياس دي كام وبعد انضمامه لهذه المهمة الخارجية وعملوا فيها لسنوات حكموه الجزيريين في العام 1569 وجابوه للجزير العاصمة وقدموه للعلماء لألحوا عليه بالعودة لدين الإسلام لكنه رفض وبالتالي قدموه للحاكم يوم 18 سبتمبر 1569 اللي كان بحصن بابلويت والذي هدده بالدفن حيا في قوالب الطوب وزاد جيرونيمو رفض هذا التهديد وبالتالي تم التنفيذ ودفنوه في القالب التعطوب الكبير وصبوا عليه الطين والجبس وبقي على ما هو عليه حتى التاريخ 27 ديسمبر 1853 يعني ثلاثة قرون هو في هذه الطوبة حتى حفروا عليه الفرنسيس بعد احتلالهم للجزائر وطلعوا أما كيفاش الفرنسيس عرفوا بلاستو واللمنين سمعوا بيه وأنه في فترة الاحتلال الفرنسيس اضطر الفرنسيس إلى إعادة قراءة كل ما كتبه الرحالة اللي يقبلهم على هذا الأرض ومنشورات الأسرة السابقين وغيرهم حتى اكتشف واحد منهم في كتاب الأسير الإسباني السابق في الجزائر ليسمه ديايدو اكتشف قصة شاب جزائر اسمه جيرونيمو تنصر عند اسبانيول وفي ذلك الوقت كانت الإدارة الفرنسوية تنوي هدم الحسن حسن بابلويت فقام بسرعة نشر الخبر يعني قصة جيرونيمو وقدر أنه يمنع الهدم العشوائي ويجيب مختصين من الكنيسة للبحث أولا على جثة جيرونيمو وبالفعل أجلوا تفجير الحسن بالمتفجرات واستخدموا الفاس بدل ذلك إلا أنه ملقوا والو خاصة أنه الكتاب اللي مذكوره في القصة ما كانش دقيق في وصف الموقع يعني كتاب هايدو وظنوا أنه يقصد الحيط المواجه للبحر وطيحوه بحرص شديد ملقوا فيه والو ومن بعد قالوا لعلى يقصد الجدار المقابل البزرعة وطيحوه بنفس الحرص ومالقوا فيه والو فتأكدوا أن الجثة ضعت في عمليات الترميم السابقة لأن الصور بين عليهم ترمم أكثر من مرة وفقدوا الأمل وقفلوا موضوع جيرونيمو فاستلم فريق المتفجرات مواصلة المهمة وإذا به في إحدى عمليات التفجير تظهر حفرة بداخلها هيكلات ونحبسوا التفجير وجابوا الفريق الكنسي اللي بدأ العملية وأول ما شافل قاية ديه مربوطين بالحبل فعرف فورا أن هذا جيرونيمو أحضر بقية الخبراء اللي تفقوا معه تماما بأنه هذا اللي انحوسوا عليه وعند اقترابهم من الجمج وما اكتشفوا شيء خارق للعادة لقد انطبعت ملامح وجهه في الطين وتشكلت منحوتة دقيقة لصورته وبعد ما دالوا له تشريح وعرفوا هويته مليح ووثقوا كل شيء في محاضر رسمية بدوا في مرسلة البابا والفاتيكان للاعتراف به رسميا كرجل مكرم في الكنيسة الكاثوليكية خاصة واسمعه مليح أنه توثيق وترويج قسطه تمنحنا الشرعية لما قمنا به من غزو الجزائر وسافر صاحب هذا الاكتشاف إلى الفاتيكان ليقابل البابا بيوستاسع ووافق على منح لقب المبجل أو المكرم الجيرونيمو هذا الذي رفض الرجوع على الدين النصرانية ليصبح من ذلك الوقت في نظر النصارى مكرما وفي نظر الجزائريين من حقنا نعتبره أول حرك بيع دينه في تاريخ الدولة ولقد نجاه المولى عز وجل ببدنه ليكون لمن خلفه آية وهذا هو جيرونيمو هذه الصورة اللي لقوها مطبوعة للجبس والطين بكل تفاصيلها أكيد أنه كان ضحية اختطافه المبكر وتنشئته على تربية النصارى لكن السيد اللي اكتب له ربي التحرير ورجع العيلته وقعد في وسط أهله من السن الثامنة حتى لسن الخامسة والعشرين ومن بعد قرر طوعاً العودة لحامية اسبانيول وخدم معهم جاسوس عشر سنين حتى تحكم وتدفن حي في قلب الجبس والطين طبعاً الجزائريين وحسب الرواية بتاع ابن المفتي هذا جاسوس تحكم كجاسوس وتقتل أما الأوروبيين حابين يردوه رجل مسيحي مات لأجل المسيحية ورفض الرجوع على دينه بينما في الحقيقة لا يتعدى كونه جاسوس لأنهم هما يعترفوا أنه كان يخدم في الفيالق الخارجية لصالح الإسبان وهذه رسمة خيالية مستوحات من صورة وجهه اللي طبعت في الجبس وهذا الكورت تاعه اللي يحطوه الفرنسيس في متح في الجزائر ومن بعد فيه كنيسة الجزائر وهكذا نكون وتعلمنا حاجة جديدة من تاريخنا الذي أبى مجده إلا أنه يحفظ لنا صورة تامة لهذه العبرة وهي مصير كل واحد بيع دينه وخين بلاده وإن شاء الله يكون في هذا الحلقة إضافة لمعلوماتكم التاريخية